هم نفسه برا يقوم في بعضيه طبعا انا مش هقرالك الامام محمد عبد الراوي ايه في محمد علي اللي احنا نطلعب بالسماء ده خليلي اقول قاعدة بس مهمة وضعتها لنفسي يعني ان كل الناس لها ما لها وعليها ما عليها وانا ملتزم بانه محكمش على الناس بعاطفة ولا بمشاعر ولا اخد قرار نهائي في شخصية سياسية او في اداءها او شخصية تاريخية مبني على العاطفة ومبني على المشاعر والاحاسيس تغور المشاعر والاحاسيس يهمي انا مصلحة البلد مصلحة الناس مصلحة الشعب مصلحة الدولة وعشان كده يعني النبرة العاطفية دي هي النبرة معطلة معطلة بقسوة ولا لا ما تقلش على نفسك كده التجميل دي وما انطقش كلمتين عن اي واحد زعامات او حتى فنان او حتى لاعب بنحبه دي مسألة فانا برضو مسألة يعني مرفوضة تماما ومعطلة زي بالزبط انك انت طول الوقت مش بتتعامل الا بالكراهية فكره اي حاجة وكره اي حد لك ده بالذات ده طالما قال كده نعمل العكس عنيش تجاهل اللي يقول كده جاهل ده توصيف مش تيمة اللي حد بتكرهه وقال لصيحة مهمة جدا او حاجة كويسة جدا فانت هتعمل عكسها عشان انت بتكرهه فالتوصيف بتاع ده جاهل مش مش تيمة كده بشخص جاهل فاذا كان دي المشاعر اللي هتسوق ده الروبوت كنترول بتاعنا لكل سنة طيب الكارثة التي تهددنا ده كتاب رائع للرائع صلاع عيسى واحد من مؤرخين من كتاب اللي عمل تاريخ صحفي واحد بالمدارس العظيمة في التاريخ الصحفي بيرصد في دراسة من دراسات المنشورة في هذا الكتاب العلاقة بين مصطفى كامل واحمد عربي لاثنين زعامات انت بتدرس قديهم يعني حاجة عظيمة رهيبة وبتحفظهم في المدرسة علشان تنجح في الامتحاء وحصل كمان حاجة مهمة جدا مع صورة 52 انه جنوال عبد الناصر لما تحالف في الاول تحالف من الحزب الوطني رجال من الحزب الوطني اللي هما رجال مصطفى كامل حزب مصطفى كامل اللي كانوا بيكرهوا حزب الوافد عشان هو كان عايز يتخلص من حزب الوافد فبدأ تعظيم لدور مصطفى كامل وتعمل عنه فيلم واتنقلت بدون مناسبة اتنقل تمثال بتاعه للميدان الموجود في دلوقتي لمحاولة تقديم مصطفى كامل كأنه الزعامة الوطنية الاولى من سعد زغلول ومصطفى النحايس ونكاية في مصطفى النحايس اللي كان عايش وقتها طيب بعد شوية انتبه لحكاية صورة الجيش والجيش والزابط فبقى مين احمد الربي والنموذج اتخر بقى مصطفى كامل وبقى احمد الربي صورة الفلاحين بقى وزعيم الفلاحين وبدأ الإحالة طول الوقت في الشعر وفي القصص وفي الروايات وفي الأفلام وفي المناهج الدراسية وفي التاريخ وإيه ان احمد انه عبدالناصر بقى جيل اللي هو بيكمل اللي عمله احمد الربي انا مش عارف احمد الربي عمل ايه كان عبدالناصر بيعني بيتقلده غير مواجهة اسرة محمد علي كده بتوفيق لكن هما فيه فرق جبير بينهم يعني عبدالناصر كان زابط صغير في الجيش بكباشي بينما كلوة احمد عربي واحمد عربي كلوة كمان اللواءات ايميها في فترة مش بس بياخد البشوية لا وكمان بياخد ابعديات واراضي يعني احمد الربي كان غنيا ثريا يعني وده برضو يقولك عندي ايه انه مش بالضرورة يعني يكون بقى الفقير الجعان علشان يبقى وطني الحاجة التانية انه كمان كان مصاهر من الحرام لك من وصيفات خديو توفيق كمان احمد عربي وده حاجة مهمة ولافتة في المشهد لما تقول هو عبدالناصر تلعي هما الاتنين بدأوا حركتهم هما الاتنين بدأت لتطهير الجيش وبقى يلقى محاولين نفسهم الى زعمات امة وهما الحقيقة كانوا تننزوا عماء امة يعني احمد عربي كان لها فلاحين بيهتفوا باسمه وكانوا بينتصروا اليه وبيساعدوه بيأيدوه ويعني وشافوه حاجة عظيمة جدا عبدالناصر نفس الحكاية وحتى الان طيب ييجي مصطفى كامل اللي لو اكون مصريا لو اددتوا ان اكون مصريا بيقول ايه اللي حصل لان احمد عربي سنة 1901 رجع من المنف يعني هما قاعدوا يفرجوا الانجليز عن مجموعة زباط عربي لغاية ما وصلوا الى 1901 افرجوا عن احمد عربي وهم اعتبروا ان الافرج على احمد عربي كان اخر واحد احمد عربي وعلي فاهمي الباقيين بقى اللي منهم كان مات واللي منهم كان رجع قبل عشر سنين احمد عربي وعلي فاهمي بس اللي كانوا موجودين على قيد الحياة في المنفى في سيلان وبعلي رجعوا وكان البرودي كان رجع قبلهم ب1900 وكان مات طيب لما رجع احمد عربي من المنفى الانجليز رجعوه الانجليز رجعوه علشان يقولوا قد ايه احنا بقينا بلد مستقرة جدا في مصر وفيش اي خوف من الفوضى وادع عربي اللي كان عمل لنا قلق واللي كان عمل صورة واللي كان ايه رجعناه من المنفى بعد 20 سنة ده معناها ان احنا بلد مستقرة وامنة وما فاش مشكيل فاااااااااااااااااااا احمد عربي ايه احمد عربي ايه انه شكر الانجليز وانه قدلى بحوار وقال اننا يعني فسعيد اننا رجعت بلدي هنا مع الانجليز اللي هما عملوا استدباب للأمن واللي هم البلد الامبراطورية العظيمة ذات القيم وقال كده تعبيرات مجملة وغير موفقة للغاية ويعني وكأنه بيمتدح الاحتلال للبريطاني فأمراض عليه مصطفى كامل بقى يقول بلا خجل بقوله على أحمد ورابي ولا حياء أنه لما عاد من التل الكبير إلى القاهرة لم يرى لزومة للدفاع عن العاصمة لما يعلمه من أن دولة الإنجليز موصوفة بحب الإنسانية والاعتدال وأنها متى تحققت الأمر ووقفت على أفكار أهل البلاد لا شك أنها تسعى في تحريرهم وراحتهم وحفظهم صور أنه أحمد ورابي عمل كده وقال كده طيب تابع مصطفى كامل الدساس الإنجليزية شجعت الحزب الوطني من جهة وفرقت بينه وبين مولاه اللي هو الخديوة التوفيق وفريق آخر من المصريين حتى نزل القضاء باحتلالها لمصر وتمت خديعتها للمصريين وللدولة العالية ولأوروبا كلها ميشي مصطفى كامل بيكمل هنا برضو في توصيف أحمد ورابي وبيكتب مقال رهيب عنوان أمام ورابي أمام التاريخ من الصعب توزيع المسئولية بين الرجال الذين كان لهم شأن في الحوادث التي جرت على مصر الاحتلال البريطاني وكانت السبب في ضياء الاستقلال وقد وجد يسيرا عليه أن يبرز أخطاء عرابي التي حددها بربعة أخطاء أولا رفض الخروج من مصر استجابة لطلب القناصل وإلحاح سلطان باشا بعده وذكرت 25 مايو سلطان باشا ده كان رئيس النواب وقته عدم وقوفه أبو هدى شعراوي عدم وقوفه في ميدان القتال في التالي الكبير إلى آخر لحظة وتعجل الصفر إلى القاهرة فإنه لو كان وقف وحارب وأخذ أسيرا وسيفه في يده يناضل به عن وطن آبائه وأجداده لكان اسمه اليوم وبعد اليوم أشرف الأسماء في تاريخ مصر والمصريين ثالثا ما أظهره من عظيم الثقة بإنجلترا بعد عودته إلى العاصمة وهزيمة جنوده في التل الكبير ماشي بقول أنه وصف الجلترا منها دولة العدل والإنصاف فعشان كده قرر أنه ما يكملش الحرب في التالي الكبير وراح سلم القاهرة مذكرين أنت الكلام ده في صورة عرابي عرابي راح بقى وصدر خديوة وفيه آه ماشي ده لو راح يعني وواجه الخديوة أمهاتنا لأنه نستعبد بعد وكان من ده حد قال لك أنه ساب التالي الكبير وماكملش المعركة حد قال لك أنه كان مفتاح القاهرة مفتاح رمزي طبعا يعني وراح سلمه للإنجليز ومسلم العاصمة هو لكن خطأ العرابي الرابع بقول بقى مصطفى كامل هو عودة عرابي إلى مصر بلاد كان يشكو عرابي من سلطة الجراكسة فيها وهم أقل القليل وأصبحت الآن سيئة الحظ محتلة بجنود أشد الدول طمعا فيها راجع ليه ده أنت مكانش عجبك الجراكسة ومصطفى كامل بيدافع عن الجراكسة بقول لهم متمصرين ومحمد رابي هو اللي بالغ في الموضوع يقول لا ياليق برجل الحرية وبطل الاستقلال إن كان حقا قام بحركته خدمة للحرية وطلب الاستقلال أن يرى الوطن في قبضة الأجنبية استغيث ولا مغيث طيب خلينا نروح إلى ما هو أهم بقى كتب مقالة بعنوان عرابي ده كله طبعا في جارة اللوة جراني الشهير بتاع مصطفى كامل إذا كانت الأمم تفخر برجل وتعير برجل فلا عجب إذا كان التاريخ يعير الأمة المصرية بهذا القادم المشؤوم ده حضرابي الذي جر على وطنه وبلاده المصائب الجسام وباع استقلالها بجهله وجبنه وغباوته مصطفى كامل بكلام عرابي وقضى عليها أن تعيش زليلة حقيرة وأن تسير إلى الوراء في وقت تخطو فيه الأمم والدول خطوات التقدم والحياة إلى الأمام ولا غرابة إذا كان الناس أجمعون ينظرون إلينا الآن نظرة الساخرين ويحكمون على أخلاقنا وأميالنا أميالنا يعني ميولنا يعني بأخلاق ذلك الذي لا يستحي من أن يلقب نفسه بخادم الوطن الأمين وهو علة مصائبه ومصدر نوائبه وسبب بلائه وعصل شقائه ما عار الاحتلال وعار الجهالة والتأخر وعار الفقر بشيء يذكر إذا قرن بالعار الذي يحمله عرابي ويقرأه الناس على وجهه أينما صار وحيثما حل ويعار أكبر من عار رجل تهور جبانا واندفع جاهلا وصاق أمته إلى مهوة الموت الأدبي والاستعباد الثقيل ثم فر هربا من ميادين القتال وتوسل إلى عدوه المحارب أن يعفو عنه وينعم وأبت عليه نفسه التي لا أكيف شعرها أن يموت في منفاه وإلا أن يرجع إلى الوطن هو مرجع شقائه ماذا يكتب التاريخ وماذا يقول الشاعر أمام عودة عرابي بل أي مثل في التاريخ يحاكي هذا المثل يقتل القاتل فيواري وجهه خجلا ويعدم عراب الألوف من النفوس الغالية ويبيع استقلال وطن عذيز شريف ويدخل الإنجليز مصر ولا يغجل من العودة إلى هذه البلاد ولا يرى من الدناءة والوقاحة أن يقابل المصريين تحبوا أكمل لكم؟ يعني طبعا يعني يكفي أننا يعني نحكي أنه صغاره في الذهاب وفي الإياب هذا كل شأنك يا عرابي ده اللي أحمد شوقي يعني استقبل بها أحمد عرابي يعني قصيدة صعبة مؤلمة أحمد عرابي ده بقى أبلها بالزبط كان مكتوب عنه كده كان مكتوب عنه كده يا عزي عن الزعيم عرابي في الصحف وقت عرابي لو أنك ذهبت أيها القائد لذهبنا نحن أيضا إلى الوراء ولتقهقرنا بسرعة مئة عام إلى الخلف لو أنك ذهبت أيها الوالد لذهبنا جميعا أضراج الرياح لو أنك ذهبت لذهبت كرامتنا وذهبت هيبتنا وذهبت سمعتنا في الوحل ولتحولنا من بعدك إلى مشردين ولاجئين يبحثون عن ملجأ في رحاب الوطن هذه هي الآفة اللي أنا أتكلم عنها عايز تدار على أصل مشاكلك لما تقرأ تاريخك تعرف كده كل ما عنيناه في تاريخنا نتيجة زعيم شعبي جماهيري محبوب بالقطع يتخذ قرارا فرديا خاطئا نتحمل ثمن جميعا غالبا وغاليا ثم يرحل فيأتي محبون وينقصمون ويأتي كارهون وينقصمون ونبقى الخناقة على أن القرار صحيح ولا غلط مش أن طريقة القرار هي اللي غلط قرار فردي بدون مشاركة ولا محاسبة فبيحصل إبا فبيحصل إنها نفس الدوامة 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 القرار الفردي اللي بدومه حزبة ولا مشاركة اللي بيؤدي إلى نتيج بندفع تمنها غاليا غالبا وبعدين نعد نتناقش هو القرار حلو ولا وحش ما ناخدش بلنا ما ندركش أصل الكرسى وهو طريقة اتخاذ القرار فبنعيد نفس طريقة اتخاذ القرار وهكذا وهكذا الدنيا غابة ومنتزة على رأيي أحمد فالنجم العظيم وهكذا وهكذا الدنيا غابة ومنتزة يا سلام وما فيش وليد بيطفطم على الأزى يلا بينا لفاص